أهلا بكم من جديد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد مشروع تطوير تقاطع شارع الجرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد ويتضمن تنفيذ أربعة جسور بطول ثلاثة آلاف متر وبطاقة استيعابية قدرها سبعة عشر ألفا وستمائة مركبة في الساعة بتكلفة ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليون درهم ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبع كيلو مترات وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية والأنظمة المرورية وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة أنظمة الري تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد يأتي استكمالا للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية باتجاه الشرق والغرب مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو الذين أنجزتهما الهيئة في السنوات الماضية وتدعم تلك المحاور منظومة التنقل في إمارة دبي وتخدم العديد من المشاريع التطويرية القائمة على جانبي الطرق والسيعاب الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية